بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة العلق ضمن سلسلة عذب النسيل في تفسير كلام الوكيل نفسر في هذا المجلس قول ربنا سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجع نعرب الآية فنقول إنه حرف توكيد ونصب مبني على الفتح إلى حرف جر مبني على السكون ربك اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة والجر والمجرور في محل رفع خبر مقدم لإن وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بخبر إن الرجع اسم إنه مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر وجملة إن إلى ربك الرجع لا محل لها استئنافية أما تفسير هذه الآية فقوله تعالى إن هذا توكيد أي أن الله تعالى أكد ما سيذكره من معنى وهو أن النهاية والرجوع إنما تكون إلى ربنا سبحانه وتعالى إلى ربك الرجع الرجع مصدر من مصادر رجع الكثيرة أي أن مرجعك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا أيها الناس جميعا إلى الله تعالى وقدم هنا إلى ربك على كلمة الرجع للاهتمام بذلك لأن النهاية المطلقة تكون إلى الرب سبحانه وتعالى ولهذا بنت الشاطئ رحمها الله في تفسيرها البياني بعدما عرجت على المعنى اللغوي والميزاني لكلمة الرجع ونقلت بعض أقوال المفسرين فيها قالت شيئا لم يقوله وهذا مما فتح الله به عليها قالت وأحسن أن صيغة الرجع ليس ملحوظا فيها المصدرية ولا التأنيث بقدر ما يلحظ فيها إطلاق الرجوع إلى غايته القصوى انتهى كلامها أي أن التركيز في الكلمة يكون على جانب الإطلاق لا لاشتقاق وهذه الآية هي بأسلوب الالتفات حيث اعترض به ربنا تعالى كلامه الذي كان حول وصف الإنسان الظالم الطاغي فاعترض هذا الوصف بذكر مآله ثم استأنف ذكر الأوصاف كما سيأتي في الآيات اللاحقة وهذا أسلوب بارع جدا ومناسبة هذا الاعتراض أيضا من حيث الالتفات أن جل الطاغين لا ينتبه لقضية الرجع والموت والمثول بين يدي الله في الآخرة فالله تعالى ذكر بالرجع وسط هذه الأوصاف لينبهك إلى أن الطغاة حال طغيانهم واتصافهم بما يقتضيه الطغيان فإنهم ينسون الرجع وعلاقة الآية بسابقها أي أنك أيها الإنسان الذي غلب فيه الظلم والجهل إنك مهما طغيت وعلوت على الخلق بالظلم والأذى فإنما آلك الله إليه ترد فيذيقك من العذاب ما لا ينفع معه استغناءك بمالك ولا بعشيرتك فالإنسان أي كان صالحا أو فسدا فإن إلى ربه الرجع ليحسب على أفعاله ويراها لأن الله تعالى لحكمة بالغة قرر أن يؤخرنا ويقيم علينا الحجج المتنوعة قال الله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ومصداق هذا المعنى أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين ما آبا وكما أن إلى الله الرجع في حق الكافرين كما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فإنه أيضا إليه عز وجل الرجع بالنسبة للمؤمنين كما قال الله تعالى في سورة الفجر ومن العلماء من حمل هذه الآية على الرجع في الدنيا أي أن الإنسان يرجع من حال إلى حال يقول الرازي رحمه الله في بيان هذا الوجه من التفسير قال أنه تعالى يرده أي الإنسان ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت كما رده من النقصان إلى الكمال حيث نقله من الجمادية إلى الحياة ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز فما هذا التعزز والقوة انتهى كلامه وهذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن المعنى لا تحزن يا محمد فإن الطاغ وإن على طغيانه فإن مرجعه إلى الله ينتقم منه وهو عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى فلن يفر بفعلته فبهذا يأنسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيما لو تذكرون في المجلس السابق على تفسير الإنسان بأبي جهل فإن هذا أليق ما يكون ومن جميل ما قيل مقاله ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية لأنه عممها بعموم أعم مما سبق فجعل الرجع في الآخرة وفي الأحكام الشرعية والكونية وهو تفسير جيد جدا تشهد له النصوص والأدلة بذلك وغيره من المفسيرين لم يذكروا هذا في هذا الموضع قد ذكروه في مواضع أخرى لكن في تفسير هذه الآية لم تقع عيني على ما ذكره ابن عثيمين يقول رحمه الله في تفسيره وقوله إن إلى ربك الرجع ربما نقول إنه أعام من الوعيد والتهديد يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد ويشمل ما هو أعام فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء في الأمور الشرعية التحاكم إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والأمور الكونية المرجع فيها إلى الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فلا رجوع للعبد إلا إلى الله كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدرها لكنه قدرها لحكمه انتهى كلامه رحمه الله وهذه الآية يا إخواني فيها أنه على الإنسان أن يتخذها ويتخذ معناها مبدأا يعيش به في حياته وفي تفاصيل حياته كلها فقبل أن يقف المواقف المتنوعة لابد عليه أن يستحضر أنه إلى ربنا الرجع فكيف سيكون الجواب أثناء الحساب وعليه تذكر دائما يا أخي أن مرجعك إلى الله إن فعلت هذا هانت عليك الدنيا لأن المرجع إلى الله هان عليك من فقدته من الأحباب وما فقدته من النعم الدنيوية لأن المآلة والمرجع إلى الله هانت عليك مشقة العبادات لأن المرجع إلى الله فإذا استيقظت في الفجر البارد أو قمت الليالي الطوال وتعبت ولحقتك مشقة هانت عليك لأن المرجع إلى الله هانت عليك المصائب لأن الرجع إلى الله هانت عليك نار الصبر وشدته لأن الرجع إلى الله هان عليك ظلم الناس لك لأن الرجع إلى الله فيحكم بينكم في هذا المقام أقتصر على هذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد